اهلا بحضراتكم من جديد بدأت فترة الصمت الانتخابية اليوم في تونس للمرشحين الرئاسيين وفي هذه الفترة يحظر على مرشح حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي والمرشح التونسي الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي وكذلك على أنصارهما والدعمين لهما يحضر القيام بأي حملات تروجية وذلك حتى إغلاق مكاتب الاقتراع غدا الأحد بأمر القانون يصمت الجميع وتحدث الناخبون عبر أوراق التصويت فقد بدأت فترة الصمت الانتخابي للمرشحين الرئاسيين التونسيين ويحضر وفقا لقرار سبق أن أصدرته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية يحضر على المرشحين المتنفسين في الجولة الثانية والحاسمة وكذلك على أنصارهما والداعمين لهما يحضر عليهم القيام بأي حملات تروجية حتى إغلاق آخر مكتب اقتراع مرشح حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي والرئيس التونسي المؤقت محمد المنصف المرزوقي أتقن لعبتهم الانتخابية كمرشحين ونجحا في فرض سياق على التونسيين لم ينجحوا في التخلص منه فقد استبسل المرزوق في وضع الصراع الانتخابي بين النظامين الجديد والقديم وبين الثورة والثورة المضادة وبين الديمقراطية والاستبداد ولم يكن منافسه السبسي أقل استماتة منها في التمسك بشعار حملته الانتخابية والتخير بين النجاح والفشل وبين الدولة والفوضى ولم يستطع الناخبون الإفلات من هذه الخيارات المطروحة مع تصويت التونسيين في الخارج بدءا من مكتب كامبيرا باستراليا مرورا بمكاتب الاقتراع في 42 دولة أخرى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هيئت نفسها وهيئت الوضع من أوله إلى آخره وبالتالي هو يسير طبيعي منذ أكتوبر الماضي منذ سبتمبر الماضي لما تمت التسجيلات الأسماء والحاجات هذه فوضعت القوائم على السايت على الموقع الإلكتروني وأرسلت في كل مرة ترسل القائمة تجدد في كل انتخابات التشريعية والرئاسية الأولى والرئاسية الثانية وهي تسير سير طبيعي عكست حوارات التونسيين التلقائية حيرة حقيقية بين المتنافسين لن تظهر نتيجتها سوى في صناديق الاقترع وعكس انتشار نحو 100 ألف فرد شرطة والتأمين الضخم للانتخابات قلقا من اتساع دوائر التشنج وأيا كان ما سيصفر عنه التصويت من نتائج فقد استمرت ولا تزال الأجواء المبتهجة بالمسيرة الديمقراطية الثالثة لمعرفة أجواء الانتخابات التونسية على أرض الواقع ينطم إلينا عبر تقنية الاسكايب موفد النهار اليوم الزميل همام جاهد الكلمة معك تفضل همام إذن كما ذكر في التقرير السابق يستعد أكثر من خمسة ملايين ناخب للذهاب إلى مراكز الاختراع الصباح الثواح غدا تحديد في الساعة الثامنة بتوقيت تونس صباح غدا تسعب توقيت القائرة يستعدون إلى الذهاب إلى مقارة الاختراع للإذلاب في هذه الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية هذه الانتخابات التي يتنافس فيها مرشحان واحدان المرشح الأول هو منطس المرزوق الرئيس الحالي ومنتهي أولاياته والمرشح الثاني هو الباجي القائد الستي رئيس حزب نداء تونس الذي تقدم على المنطس المرزوق كثيرا في الجولة الأولى من هذه الانتخابات وتقدم حزبه أيضا على حزب النهضة المنافسة الذي أصبح تقليديا لهذا الحزب في الانتخابات التشغيلة التي بقيمت في أكتوبر الماضي ربما منطس المرزوق يحضر بدعم قطاع واسع من حزب النهضة ومن حركات النهضة وضح ذلك جليا في الجولة الأولى من هذه الانتخابات حيث حصل المنطس المرزوقي على معظم الدوائر التي نجح فيها مرشح حزب النهضة في الانتخابات التشغيلة برغم ما أعلنه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وأن حزبه يقف بعيدا عن هذا الصراع الرئاسي الذي سوف يحسن نتائجه في الغد من ناحية الأمنية والوضع الأمني هناك استعدادات أمنية مكثفة في الشارع التونسي وعلى الحدود تحديدا مع ليبيا حيث قررت الحكومة التونسية مساء الخميس غلق معبر رأس جدير الذي يربط بين تونس وبين ليبيا خشية من الفوضى الأمنية التي تقع في الجانب الليبي أيضا هناك شريط فيديو بوثة منذ يومين على مواقع التواصل والاستماع وعلى الانترنت تبنى فيه جهاديون ما يسمى جهادي وما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية اقتلال المرشطان السياسيان بالعيد والبراهيم الذين اقتل قبل شهور وتعهد بتنفيذ اقتلات أخرى لكن الحكومة التونسية ردت على هذا الفيديو بأنها قالت أن هذا الفيديو وهذه التهديدات لم تثني الناخب التونسي عن الأقبال بكثافة على هذه الانتخابات إذن الحكومة أيضا قالت أنها اتمت استعداداتها اللوجستية لهذه الانتخابات أو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قالت أيضا أنها أنهت عملياتها وأنهت أوضعها لإستقبال الناخبين صباح غد استعدها من صباح غد بتوقيت تونس إذن يا ساعات قليلة تفصلنا عن بدء هذه الجولة الثانية أو بدء المتولة الأخيرة من هذه الانتخابات ربما في مساء غد سوف تطرح بشكل كبير أي من الفائزين أو أي من المرشحين سوف يكون في هذه الانتخابات الرئاسية المرشح الفائز في هذه الانتخابات سوف يكون ثالث رئيس تونسي يحكم هذه البلاد يعني بعد هذه الثورة تونسية التي تمت بثورة اليسامين في عام 2011 من الملاحظ أيضا أن مقارنة في الانتخابات التشريعية ومقارنة بانتخابات المجلس التأثيسي فإن عدد الناخبين أو عدد الذين يذهبون إلى مراكز الاقتراع في انخفاض حيث سجلت مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية نسبة 68% من الناخبين من حيث الأقبال بينما في المجلس التأسيسي في انتخابات المجلس التأسيس سجلت 86% لكن في الجولة الاولى من هذه الانتخابات سجلت مراكز الاصطراع ما نثبته 62% هناك بعض الاقاويل في الشارع التونيسي على ان القطاع عريض من الشباب لن يقبل او لم يقبل على هذه الانتخابات نظرا لانحصار المنافسة بين كما ذكر في التقرير بين الحرس القديم وما يعتبر محسوبا على حرس الثورة اعني المنطف المرزوخي سنظل معك موفد نهاري اليوم همم جهد من تونس لتابعة اجواء هذه الانتخابات والمواشرات ونتائج الاولية لحظة بلحظة عبر النهار اليوم شكرا جزيلا همام الان نذهب الى جولة مع ابرز اخبار الرياضة لهذا اليوم تقام اليوم ثلاثة مباريات في اطار دور الممتاز او دور الممتاز ذكورة القدم حيث يخود النادي الاهلي مبارته المؤجلة من الاسبوع الثاني مع فريق ودي دجلة على ملعب الدفاع الجوي واحتلل الاهلي المركز السادس برصيد 20 نقطة من 9 مباريات بلنما احتل ودي دجلة المركز الثالث برصيد 24 نقطة من 12 مباراة كما يلتقي حاليا امبي صاحب المركز الثاني وحرس الحدود صاحب المركز العاشر ولدى امبي 29 نقطة من 12 مباراة بينما لدى حرس الحدود 19 نقطة من 13 مباراة يناقش كل من وزير الداخلية لواء محمد ابراهيم ووزير الشباب خالد عبد العزيز ورئيس التحاد الكرة المصري جمال علام بعد مقترحات التأمين ونسب حضور الجمهيل لمباراة الدوري ويبحث المسؤولون خلال لقائهم بوزارة الداخلية غدا الاثار الايجابية لعودة الجمهيل للمدرجات المصرية بعد ظهورها بشكل مشرف خلال نهاية البطولة الكونفدرالية باستاذ القاهرة الدولي تصديف محافظة أسوان الدورة التدريبية الدولية للمداربين تحت اشراف الاتحاد المصري لكرة القدم بتعاون مع الاتحاد الافريقي وتهدف الدورة إلى تأهيل المداربين الحصول على رخصة سي آي بالتعاون مع الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف وتستمر حتى 23 من ديسمبر الحالي كما تليها دورة أخرى في سهاج تبدأ في 27 من الشهر نفسه وتستمر لخمسة أيام الحقيقة احنا بنشكرهم جدا على المجود اللي هم عملوه عشان يجهزوا كل الحاجة اللي تساعدنا على نجاح هذه الدورة الدورة دي بشترك فيها حوالي 93 مدرب وبالإضافة لتمام مدربين اللي هم بياخدوا سي 120 ساعة اللي هي 15 يوم وهيكملوا عدد ساعات في دورة تانية اللي هي هتبقى في سهاج إن شاء الله من يوم 27 ليوم 31 نشكر بصراحة المشرفين القائمين على هذه الدورة التدريبية وعلى رأسهم بصراحة مدينة المنطقة ومسؤول المنطقة والدكتور محمول ساعد بصراحة اللي ساعدنا في أن ندخل في هذا الدورة وبنتشكر الدكاترة والمدربين بصراحة دورة قيمة دورة كويسة ودورة بنتعلم فيها الكثير قام الكابتن شاوي عبد الشافي مدير أكاديمية الأهلي بزيارة الأكاديمية النادي الأهلي بمدينة أسوان ليطمئنان على حسن رعاية النشئين المنظمين الأكاديمية حديثا ومتابعة البرنامج التدريبية المقدمة لهم وفي تصريحات للنهار اليوم أكد عبد الشافي أن الأكاديميات تعمل على تنمية المواهب واكتشافها وتنمية وغرس المهارات في النشئ الجديد وفي نفس الوقت خلق أجواء صحية تجعل الأبناء أكثر تحفيزا لممارسة كرة القدم فيه متابعة مني والمساعدين بتوعنا اللي موجودين في القاهرة بيجوا يشوفوا برضو أخبار الناس وبندرس المشاكل أو السلبيات اللي موجودة عشان نقدر نتلافعها الفترة اللي جاية وبشوف إذا كان الأولاد عندهم مشكلة أو عندهم أي نوع من المشاكل وبندرس نحن نصلح اللي عايز يستمر في النجاح لابد أن نشوف السلبيات عشان نعليك من أول بول إنما العدد المناسب والمجهود المفزول من المدربين ورئيس ومدير الفرع كابتن حمدان حاجة كويسة وإن شاء الله يفيست مرارية بإذن الله من العودة إلى الاجتماع المرتقب غد لمناقشة عودة الجماهير المصرية إلى الدوري إلى الاستاد والاجتماع الذي ساجمع وزير الداخلية وزير الشباب وأيضا الرئيس الاتحاد المصري ينضم إليه عبدالهاتف المتحدث باسم الاتحاد الكرة سيد عزمي مجاهد تحيات يا فندم ومساء الخير وسؤالي ما هو المأمول من اجتماع الغد هل هو تشاور كالمعتاد ولا اجتماع سيتخذ فيه قرار نص حدثك هو فيه طبعا تنصيق من فترة طويلة جدا ما بين اتحاد الكرة ووزارة الداخلية بشأن دخول الجماهير دخول الجماهير مرتبط بأشياء كثيرة جدا منها أول حاجة الوضع الأمن في مصر حالة الأمن اللي بيقدر يقول هذا التقرير وهذا المؤشر وزارة الداخلية المغترحات التي سيحملها الاتحاد المصري في الغد يعني لوزير الداخلية ولي أيضا وزير الشباب هي بص حضرتك المشاورات مستمرة أن فيه كذا اختراح أن ممكن الجماهير أصحاب الملعب اللي تخش بعدد مثلا ثلاث تلاف أو خمس تلاف متفارك يعني مثلا زمالك بلعب مع حرص الحدود في القاهرة يبقى جماهير الزمالك تخش لو هناك بالعكس يبقى جماهير حرص الحدود وهكذا يعني أخبار حضرتك فهو ده اختراح الحاجة التانية لو فيه أولا يعني لازم نعترف أن فيه ضوابط هتتحط شديدة جدا بالنسبة لدخول الجماهير خاصة التفتيش والتفتيش على متفجرات أو أدوات صلبة أو الشماريخ والكلام ده لكن التنصيق مع الوزارة بقى له فترة بالنسبة للتأمين هل التأمين بس هيلقى الأمر كله للدخلية ولا كان فيه كلام أن يكون شركات أمن خاصة إلى أخير؟ والله أنا أنا شايف أن موضوع الشركات الخاصة ده لم يجدي يعني موضوع الشركات الخاصة يعني الورقة دي من ضمن الأوراق اللي غير مطروحة من جانب اتحاد الكورة يعني هي مطروحة بس أنا عايز أقول لحضرتك أن مش إيجابية يعني لكن اللي بيأمن وزارة الدخلية المسؤول عن تأمين وزارة الدخلية اللي بيتحمل مسؤولية وزارة الدخلية لكن اللي يشارك أمن الأندية أمن الأندية إن في كل نادي فيه أمن وفيه مسؤول أمني وطبعاً بيشف حق كل ده مسؤول أمني من اتحاد الكورة طيب دلوقتي احنا كمتحدث باسم اتحاد الكورة رأيك أنت بقى الشخصي كابتن عازمي أنا رأيك زيماً هقول لحضرتك حاجة لازم جباهرنا تعي أن مصلحة البطن أهم وأبدا ولازم الناس اللي هي عايزة تستمتع بفنون كرة القدم ويشجعوا فرقهم ويطبلوا ورقصوا ويتضسوا وكل حاجة يخشوا الملاعب وتفرجوا واستمتعوا اللي شايف إن هو بيخش عشان له اتجاهات سياسية أو انتباعات سياسية يبعد عن الكورة ويبعد عن الاستاذات يعملها في حتة تالية لكن لن يسمح بأي انفلات لأن القانون هيطبق وإذا شفنا سليمان كيف تتعامل الشرطة مع الشغب بره في أوروبا في انجلترا في انجلترا في انجلترا بيبقى يعني في انجلترا بقى يقول لحضرتك يعني كسر عضم في انجلترا نعم يعني في انجلترا شديد جدا بيكسروا عظم يعني هناك في انجلترا في انجلترا او في فرنسا او في اسبانيا وفي البرازين في دول العالم كلها لكن اه احنا لازم نعترف بحاجة اه استاذ الفاضل استاذ ايمان في حاجة مهمة جدا لازم نعترف بيها ان الشرطة تعرضت لمعامرة فترة عشان يبقى في فوضة لكن الشرطة بتاعتها من جهاز الشرطي مسترم تعافت الشرطة اه الشرطة اي دولة محترمة لازم يكون عندها شرطة قوية ومسترمة لان الشرطة هي اللي بتنفذ القانون صحيح وما يخلق عن القانون لابد ان يطبق عليه وهو في الاول والاخر زي ما انت قلت يا كابتن اه يعني سلوك سلوك للناس انا بشكر ايه سلوك وثقافة صح سلوك وثقافة وبعدين لازم نعترف بحاجة ان في قلة عشان ما نجمعش اه لان في ناس بتجمع في قلة اللي هي تسياست او دخلت في موضوع السياسة مش الالترس كله ومش الروابط كلها في مهن مع قلة هي اللي ده ولا يتعدوا في مصر وعلى مسؤولية التلات تلاف شخص فاحنا عندنا روابط محترمة عندنا مشبهين محترمين واهلا بيهم كل واحد بيجي صحية صحية ولما تعود الجمهور القلة دي ان شاء الله يعني تزوب او يتغير في دماغها وترجع تاني للكرة بس انا بشكرة جزينا وبعتذر عندي الوقت كابتن عزمي مجاهد المتحدث باسم اتحاد الكرة شكرا جزينا يا فاندو الى اخر خبر في هذه الجولة الرياضية السريعة تنطلق اليوم في المغرب المباراة النهائية لبطولة كأس العالم الاندية لكرة القدم بين فريق ريال مدريد الاسباني وسان لورنزو الارجنتيني واسع ريال مدريد بطل اوروبا الى انتزاع لقب للمرة الاولى في تاريخ خلال مشاركتي الثانية في البطولة وامل ريال في ان يصبح الفريق الاسباني الثاني الذي يتوج بالبطولة التي سبقه منافسه التقليدي برشلونة بالفوز بها عام الفين وتسعة والفين واحد عشر قبل الختام نذهب الاحوال التقسية سود اليوم تقسم معتدل شمال حتى شمال الصعيد دافئ جنوبا بالنهار بارد في اول الليل الشديد البرودة في اخره وفي مالي الى حضراتكم بيان بدرجة الحرارة المتوقع ان شاء الله موسيقى 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 وصلنا لختام نشرة الخامسة من نهر اليوم والتذكير بأهم معرضة فيها من انبع موسيقى محلب يشيد بمشروع معا لتطوير العشويات ويوكد دعم الحكومة للمجتمع المدنية موسيقى بعد جولاته في ثلاث محافظات وزير الداخلية يوكد الاستعداد التام لتأمين الانتخابات موسيقى كالمعتاد لمتابعة هذه الأخبار وكفة أخبارنا يمكنكم زيارة موقعنا على الانترنت وعنوانه النهار لايف دوت نت كما يمكنكم التواصل معنا على موقع التواصل الاجتماعي المختلفة والظاهرة على الشاشة ومن بينها في سبوك وتويتر وانستجرام ويوتيوب موسيقى الى اللقاء موسيقى